اشتركوا في القناة لقد فكرنا بالامر ماليا فقرنا القدوم الى شركة فولكسبوغن فنحن نريد المشاركة بهذه المغامرة منذ البداية ونسعى للمشاركة في مرحلة التطوير وحتى تصنيع السيارات بالكامل وسنكون مستعدين للمشاركة في البطولة عام 2013 ونأمل ان نفوز بها نحن نعلم بطبع اننا نواجه مغامرة كبيرة ولن نتمكن من المشاركة في بطولة العالم لغالي السيارات عام 2012 وبدلا من ذلك علينا الاهتمام بتطوير وتحسين السيارة حتى يتم الانتهاء منها بسرعة وبعدها سنكافح لنيل الفوز عام 2013 لدينا الان خبير جيد بالسيارات يعرف تماما الكيفية الامثل لقيادة سيارة WRC الحديثة ويعرف كيفية الفوز بالسباقة وسيلعب دورا مهمة جدا في تطوير السيارة عام 2012 اللي تتاح لنا فرصة جيدة للوصول لمنصة الفوز عام 2013 تبلغ قوة محرك السيارة بولو المتطور حوالي 300 حصان من حيث المظهر جرى توسيع الرفراف وقاعدة العجلات وتوفر فتحة التهوية الضخمة تبريدا كافيا كما يضمن نظام الحركة في السيارة ثباتا اكبر على الارض قطع كارلوس ساينس ومساعده تيمو جوتشالك على المصاري الدائري مسافة المائة كيلو متر الاولى للاختبار مبدل السرعات ضد دفعات المتسلسلة هو الذي يمنح المحركة قوته كما يتوفر في السيارة قفص حماية للسيارة ونظام دفع ربعي بالاضافة الى تصميم خارجي نسيابي ترغب شركة فولكسباجن الدخول في بطولة العالم لرالي السيارات مع سيارة بولو R WRC وتوفر الشروط الجديدة لبطولة العالم لرالي السيارات لعام 2011 فرصا افضل لسيارة بولو فالقواعد الجديدة تحدد ضرورة الاشتراك بمحرك بساعة 1.6 لترات بالتوازي مع اختبار سيارة بولو R تشترك فولكسباجن في بعض سباقة السيارات بسيارتي سكودا فابيا التي تعملان على مبدأ سيارة بولو R اشتركوا في القناة